اشتركوا في القناة ونفع تقارير نصف شهرية عن حالة الألعاب المختلفة بالنادي لعرضها على مجلس الإدارة المنصب ده اتطور بعد كده وبقى اسمه مرائب الألعاب وبعد كده بقى مدير النشاط الرياضي وتكلمنا عن تاريخ محمود مختار التيتش من يوم دخوله النادي الأهلي وأبرز البحطات في تاريخه كلاعب وإيه سبب إطلاق لقب التيتش عليه وإزاي كان اعتزاله صدمة لعشاء كرة القدم وتكلمنا كمان عن دعم الأهلي للنشاط الخيري في كل المجالات وتخصيص الملعب الرئيس لإقامة مسابقات لدعم جمعية الهلال الأحمر وفرض على أعضاء دخول النادي بتذاكر في أيام المسابقات وتكلمنا عن زيادة أنشطة النادي الرياضية ومشاركته بتلت فرق في مسابقات كرة السلة واشتراك نادي في مسابقات الملاكمة اللعبة اللي أسس اتحادها رجال الأهلي وكان رئيس اتحادها جعفر ولي باشا واكيل الاتحاد داود راتب بيك وأمين الصندوق رياض شوقي وعبداللاطيف المردينلي كان سكرتير للاتحاد وكلهم من الأهلي واتكلمنا كمان عن قرار النادي باتخاذ لاحتياطات الكاملة تجاه قبول عضوية الأجانب كأعضاء منتسبين وأخيرا اتكلمنا عن عدم توقف محاولات الاستيلاء على أرض النادي محاولات نادي الفروسية للاستيلاء على أرض النادي محاولات استمرت بعد رفض الأهلي نقل مقره من الجزيرة للعجوزة لكن خادت شكل تاني جه في جلسة مجلس إدارة النادي يوم 17 أكتوبر 1940 عرض موضوع طلب نادي الفروسية ملعب الكرة الصغير على أن يدفع نظير ذلك جميع المبالغ التي يتقاداها من الشركات ووزارة المعارف طلب غريب جدا نادي الفروسية مأجر الملعب رقم 3 وعايز كمان يأجر الملعب رقم 2 طب حيتبقى إيه للنادي وزي ما قلنا قبل كده ممكن حد يقول طب إيه المشكلة ما النادي يرفض وخلاص المسألة ما كانتش سهلة كده نادي الفروسية تحت رعاية الملك فاروق وتم إنشاؤه بمرسوم ملكي يعني لازم يتم التعامل مع الأمر بحذر وحرص شديدين وزي ما انتم شايفين على الشاشة دي خريطة النادي الأهلي في الوقت ده يعني بالشكل ده نادي الفروسية حياخد نص أرض النادي الحقيقة يمكن لو تخيالنا نفسنا قاعدين في حجرة مجلس الإدارة وبنقرأ الطلب ده حنضرب كف على كف وبصراحة بقى مفيش جير الضحكة عالطلب ده مهو شار البلية ما يضحك طلب نادي الفروسية مش بس بياخد نص أرض النادي الأهلي لا ده كمان بينزع من النادي هويته كنادي تأسس من أجل ممارسة الطلبة للرياضة النادي الأهلي اللي أصبح متنفس الطلبة لممارسة الرياضة في ظل عدم موجود أندية مصرية وبعدين ايه يعني نادي الفروسية يقول حندفع لكم أي فلوس بياخدها النادي من الشركات ووزارة المعارف نظير إقامة المسابقات المختلفة على ملعبه القسم مش قصة فلوس طيب لما تاخدوا الملعب التاني كمان طلبة البدارس والموظفين حيمرسوا نشطهم ومسابقاتهم الرياضية فين أما للنادي الأهلي تأسس ليه لما يسيب ملعبه عشان فلوس عشان كده كان قرار رفض وجه في محضر الجلسة وبعد المناقشة رأى المجلس أن الحركة الرياضية في النادي ومباريات فريقه الأول والثاني لكرة القدم والهوكي وألعاب القوة كل ذلك لا يكفيه الملعب الكبير وأنه لا يمكنه الاستجناء عن الملعب الثاني بأي حال من الأحوال كان قرار قوي توقفت بعده كل محاولات نادي الفروسية للاستلاء على أرض النادي مجلس إدارة النادي الأهلي صمد في وجه محاولات شرسة اتعامل معها بكل زكاء وحنكة وروية ومن اليوم ده بدأت إدارة النادي وبكل هدوء محاولتها لإنهاء عقد تأجير الملعب رقم 3 لنادي الفروسية وأعادته مرة أخرى للنادي ترجمة نانسي قنقر